ما تصل لبطولك شوية دي لاش يا خوضة راحة دي يا عم أنا خايف على القماشة نايد يلا خلي بالك ما صدق أنا جبنا البضاعة دي اللي هو وفي يا طغم اللي بصحي يا أخوي عملتي في حدوتت جدا لحسن أنا قابلت سدنا الشيخ وقالي لازم انت رجع المال لصحابه وفيتها يا رشاد لي يا فاطمة ما انت عارف يا أخوي أمي وعمك ضغطوا علي وأنا خلاص ما بقاش عندي حاجة تانية أقولها له يا رشاد ابن الحرامي اللي عمره ما كاري حد في حيوة قد ما كاري صالح تروح تتجاوزيه ويلزم الكلام ده بس يا طا هو فين صالح أنا بقى لسنين قدام عليك مستنظراه عايش على أمل أنه يرجع بس هو ما بيرجعش يا أخوي عايزنا أستنظره كم سنتين بالله علي الكفاية وما تقلبش علي المواد يا فاطمة الودة لشبهنا ولا ينفعنا بس رايرني وشارين ولا أنت عايزهم يرموني الراجل قدابوي رشاد طيب وغلباء وأنا مشوفتش منه حاجة بحشة ولا أنا بقى مش مكتوب لافرح زي بقى الخل افرح يا فاطمة وبنا يا ساعدك ويعوّدك إن شاء الله يلا يا رجب يلا يا غريب ريحنا ولا إيه؟ عندنا شغل كتير